إنه أبدأ أغاني وأنا عادي 8 سنين ساعات بتحصل لكن مش بالضرورة أفضل مكمل ومستوية تتشود ما شاء الله يفضل بيعلى دايماً بيبقى الخوفة مايف إنه الزغيرين اللي بيبدأوا بدري جداً بييجي في مرحلة فترة ونلاقي إنه ما بقاش زي الأول ويفقد البريق بتاعه إنت الحكاية بدأت معاكي الأول ليه وإزاي يعني؟ إزاي وليه غنينا؟ إزاي يعني هي ممكن تكون بالصدفة لإنه أنا كنت طفلة عادية جداً من العيال اللي هي شطرة وبالدحة دي وبتطلع الأولى على المدرسة أو حاجات كده دايماً ما شاء الله فقعد في بيتنا بغني مع أغاني الأطفال وليلة نظمي بقى والحاجات اللي حاجة بتاعتنا دي فأنا كان ربنا يعني أنا يعني أنعم علي بأمه وأب جمال ما شاء الله الله يرحمهم بقى هم الأطمين أبويا كان عنده صوت عظيم جداً وكان سميه عقوي وأمي كانت سميه عقوي حلو فهو فهم على طول إن أنا لقدت منه الموهبة دي فتعالي بقى ما قعد أسمعك بقى الغنى عائلة عندها 8 سنين قعدة بتسمع لأم كلسوم وليلة مرادها عبدالوهاب ومش فهمة أي حاجة من اللي بيتقال وشايف أنه الموضوع صعب جداً اللي هو أنا بسمعها الحاجات دي ليه عايزين نتعلم يعني طالما أنت صوتك حلوة تعالي نتعلم طيب يلا نتعلم وكنت دايماً في المدارس اللي أنا فيها أنا مضربة المدرسة يعني ومسابقات مدارس وحاجات كده حتى دي بتاعتنا آه خلاص لأما اتفرضت علي وأنا صغيرة وما كنتش مختراها قوي فمسابقات مدارس أطلع فيها الأولى فبابا يتحمس أكتر إنه يسمعني أكتر لحد ما الإعلان بتاع كراء الأطفال الأوبرا نزل في الجورنال قالك يلا إحنا نوديها تضيع وقتها في حاجة مفيدة وتنمي موهبتها وهي عيلة وتتبست شوية يعني وفعلاً رحت اختبارت عند الماستروس لمسحابه ونجحته وفرح قوي بي وبقيت من أعضاء كراء الأطفال دار الأوبرا المصرية في سن 8 سنين ولقيتني بتمرن على أغاني أصعب من اللي أنا كنت بسمعها في الميد موشحات وقصائد وأدوار وحاجات عاملة كده يعني والحكاية فضلت تتدرج واطلع أقف على مسرح الأوبرا في الكراء وشايفة جمهور قدامي بيسقف لنا الموضوع مبهر يعني حلو ابتديت خلاص تم وقع علي اختيار من المايسترو إن أنا هطلع أغاني سوليست بقى أيها فاللي هو أنا مش عارف أن هعمل كده إزاي يعني أنا هقف لوحدي قدام أواجه الناس دي كلها فالموضوع كان مخيف لدرجة إنه أنا كنت بيبقى دايما تعبيراتي وأنا صغيرة تحس إن أنا متضايقة وأنا وقف على المسرح بس هو كنت ببقى مرعوبة من كمية الناس اللي قدامي لا الموضوع مرعب وقفت المسرح والجمهور وطفلة عندها عشر سنين يعني صعب جدا وطلع أغاني أغنية الفايزة أحمد وحاجات كده فاللي هو الموضوع كله أكبر مني لحد ما ابتدت الحكاية تبقى بجد واحدة واحدة حبيت الموضوع حبيت فكرة إن أنا أغاني في الأول كنت طفلة بتجرب دلوقتي لا أنا أحب الموضوع مبسوطة أمت على لحظاتي وأنا عندي بروفة في الأوبرا وأنا عندي حفلة وأنا عندي برنامج مسابقات للأطفال مع بابا ماجد لو فاكر يا حبيبي طبعا كنت دايما طبعا كنت دايما بطلع الحاجة وبرده باخد مركز أول وهدايا وحاجات كده أنا ما ينفعش ما أخدش مركز أول وأنا طفلة أنت شخص متحدي عموما مش متحدي أنا كنت دا حابة ذاكر بطلع الأولى كنت بتطلع الأولى في الدراسة تطلع الأولى في المزيك كده بشو ظهر بحب إن أنا يبقى يعني أحسن حاجة في الحتة اللي أنا فيها يا ما أعملش كده يعني أنا دخل أعمل إيه أنا دخل أبقى الأولى في ده أنا قادر أبقى الأولى في ده آه إن شاء الله قادر فتمام يبقى هدخل مش هقدر ما جذفش أنا ما بحبش أجاذب عموما بس والموضوع الكبر بقى وبتديت أتسمع شوية شوية لحد ما قلبت بجد يعني قلبت إنه إحنا جينا في السنوية العامة طبعا أي أم وأي أب رسمين لولادهم طب هندسة الحاجات الحلوة دي بقى فأنا مجموعاتي جت تجيب الحاجات دي بس جت في السنوية العامة ما زبطتش معايا علشان المزيك علشان مش عارفة بس يا سنوية عامة كانت امتحانات السنة بتاعتي صعبة جدا فما عرفتش أجيب فوق التسعين في المية طبعا كانت صدمة طبعا أنت عارف الأهالي بقى طب يعني هنذاكر فهنبطل هنا جم ساعة هوا نفسانوية عامة قالوا لي هنبطل بقى هنا احنا خلاص ببسطنا والعيب احنا بنكبر نركز في مستقبلنا بقى قلتلهم لأ ما هو أنا دلوقتي من وانا عائلة تمن سنين لحد من بقى عندي ستتاشر سنة حبيت الموضوع وبقيت بغني مش هينفعي دلوقتي يتقلي مفيش بعد ما حبيت الموضوع جدا حبيته جدا وبعدين حسيت ان ده المكان اللي أنا لازم أبقى فيه أنا مش بتاعت طب وهندسة والحاجات دي مش هارف فلا ما فيش غنى طب ما فيش سنوية عامة يعني عارف بقى اللي هو مش داخل اللي امتحانات طبعا لا مش هارف أذاكر ما هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتديني باور دي الحاجة الوحيدة اللي بتحمسني إن أنا أعرف بقى أحسن وفعلا كملت في الاتنين برضو في الأوبرا وفي الحفلات بتاعة الأوبرا وبتاعة والمذاكرة وفي الآخر ما زبطتش كل المجاميع الكليات الكبيرة دي رحت دخلت كلية عشان بس آه عايزة أقول النقطة دي كل ناس فاكرة إن أنا خريجة معهد الموسيقى العربية أنا أتشرف طبعا بس أنا خريجة كلية تجارة جامعة القاهرة أنا معي بكاليريوز تجارة معدتش من قداب بابل معهد يوم واحد ما درستش مزيجة مجموعة جيم مجموعة جيم ومدرج مدرج العيوتي الله هو ده بقى أشهر مدرج في كلية التجارة جامعة القاهرة هو ده بالزبط أنا بقى مدرج العيوتي وجيم ويداله وهيهو الحاجات الحلوة دي وبس وخلاص والموضوع قلب بجده وبقيت معروفة شوية طيب